للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا من مدينة أوستن في ولاية تكسس الدكتورة كريستين بروستاد مديرة قسمة دراسات الشرق الأوسطية في جامعة تكسس إذا أردنا أن نعطي لمحة تاريخية ولا وجيزة عن التوقيت الذي بدأ فيه الإقبال أو تزايد الإقبال على تعلم اللغة العربية ماذا تقولين لنا؟ طبعا مما لا شك في أن أحداث 11 سبتمبر كان دافع قوي في تزايد الاهتمام بدراسة اللغة العربية في أمريكا قسمنا قسم قديم تاريخه يمد أكثر من خمسين سنة ولكن الإزدياد الذي حدث بعد أحداث 11 سبتمبر لم تكن تفرق إنما كان إزدياد والتزايد تدريجي حتى الآن وهو تزايد مستمر الحمد لله هل ترين أن هذا الإقبال على تعلم اللغة العربية يزيد من تقوية العلاقات الأمريكية مع العالم العربي وتمتينها؟ عندي ثقة كبيرة وأمل كبير أن يكون هذا الإزدياد في الاهتمام باللغة العربية وفي الحقيقة هو في تحقيق الطلاب كفاءة عالية بالكلام والتواصل باللغة العربية أن يغير مساق العلاقات الأمريكية والعربية وفي الحقيقة هذا أملنا كلنا أنا وزملائي الذين ندرس اللغة العربية هنا نشرح لمشاهدين أكثر ماذا يتم تدريس هؤلاء الطلاب كثقافة شرق أوسطية؟ وأي جامعات الأمريكية تسجل أعلى نسبة في الإقبال على تعلم اللغة العربية؟ في الحقيقة صعب تحديد أكبر الجامعات الاهتمام باللغة العربية منتشر بشكل لم يكن أحد يتصوره منذ ربما حتى خمس سنوات حتى كل سنة هناك برامج جديدة للغة العربية تنشأ في جامعات وكل يد صغيرة جدا طبعا الجامعات الكبيرة جامعة تكسس الجامعات المعروفة في الشرق الأمريكي جورج تاون ميشيغن أيضا هذه ربما تمثل أكبر برامج في اللغة العربية ولكن المهم أيضا أن هناك برامج في أحجام مختلفة في كل مكان وهذا طبعا يعطي للطلاب أينما كانوا فرصة لدراسة اللغة العربية أما المنهج الدراسي فهو يعتمد على التواصل نعم ومنهج تواصلي مما يعني ليس فقط تدريس قواعد الفصحة وإنما تدريس العربية المحكية أيضا بتنوع هذا المحكي ومما يمكن الطلاب من التواصل مع أبناء اللغة وهذا جانب مهم جدا وأعتقد أن هذا الجانب هو الذي يشجع الطلاب على الاستمرار في دراسة اللغة العربية سنوات وسنوات كان في الماضي طالب يدرس سنة أو سنتين ويدرس الفصحة لا يشعر أنه يستطيع أن يتواصل مع أبناء اللغة وإنما الآن عندما يتعلم قدر من المحكي يتعرف على ابن اللغة العربية على شخص عربي ويستطيع أن يتواصل التكلم معه وهذا يشجعه كثيرا على الاستمرار في هذه الدراسة نعم في المفهوم المعرفي الأمريكي هل تدريس وتعلم اللغة العربية مرتبط بتعلم الثقافة العربية والإسلامية تحديدا؟ نعم جدا كثير من الطلاب يدخلون صفوف اللغة العربية لأنهم درسوا شيء من التاريخ الشرق الأوسط أو الدين الإسلامي في صف من صفوف الدراسة الدينية أو الاجتماعية أو ما إلى ذلك يعني هم لا يأتون طلاب لغة بالتحديد هم يأتون لأنهم يريدون أن يتعرفوا أكثر على هذه الشعوب وهذه الحضارة وإلى هذه المنطقة ماضيها وحاضرها ومستقبلها إن شاء الله لأسأل سؤال عن هذه النقطة تحديدا هل الطالب الأمريكي يقبل على تعلم اللغة العربية للاطلاع على هذه الثقافة أم لمعرفة كيف يفكر العرب للتعرف على الثقافة وللتعرف على هؤلاء الناس يعني أعتقد أنه الدافع الأقوى هو ليس كما ربما يشير السؤالك إلى التعلم أو أعرف لغة عدوك يعني طلابنا لا يبحثون عن لغة العدو طلابنا يبحثون عن تواصل مع أصدقاء يريدون أن يكونوا أصدقاء اهتمامهم حقيقي اهتمام إنساني بالدرجة الأولى وموادها حقيقية ورغبة حقيقية في التواصل وفي التفاهم وفي أن يحققوا فهم أكبر لهذه الشعوب يعني يتعلمون ويدرسون في صفوف اللغة أشياء عن التاريخ وعن الحضارة وعن الثقافة وهذا وما يتعلمونه هو يشجحهم أكثر على متابعة الدراسة لأنه طبعا الحضارة طبعا حضارة عظيمة والثقافة العربية ثقافة غنية جدا والطلاب يحبونها مجرد ما يتعرضون إليها يحبونها نعم بالسؤال الأخير ذكرتي أن هناك أعداد كبيرة من الطلاب يقبلون على تعلم اللغة العربية ما هي الوظائف التي تنتظر هذه الأعداد الكبيرة وهل هناك فرصة لهم في سوق العمل هل سوق العمل سيستوعبهم إلى حد ما ربما يعني الآمال أكبر من الواقع ربما الواقع طبعا الاقتصاد الأمريكي ليس في أفضل حالته ولكن هناك بعض الوظائف ولكن في الحقيقة القلة من الطلاب يحصلون على وظيفة متخصصة باللغة العربية العدد من طلابنا للدراسات العليا هم يدخلون مجال التدريس وهذا نشجعهم طبعا ونحن فخورون بأنهم إن شاء الله سيكونون أساتذة المستقبل طلاب الباكولوريوس يعني بعض الوظائف ولكن نأمل في أن تكون هناك فرص أكبر في الحقيقة في مجالات مثل التجارة وتبادل إلى آخر نعم كريستين بروستيد مديرة قسمة دراسات الشرق أوسطية في جامعة تاكسس شكرا جزيلا لمشاركتك معنا شكرا